اشتركوا في القناة المعهد العالي للغات بالمكنين ينظم يوم الطالب الجديد لتسهيل عملية الاندماج في الوسط الطالبي ويقدم الإجازات والمسارات الجديدة بالمعهد تذمر سكان منطقة بديرة من التلوث البيئي بودع الشور وبلدية المكان تحذر من خطورة الوضع بعد فشل حملات التطهير اذا وصل مساء امس 16 بحرا من اصيلي ولاية المهدية الى ميناء الصيد البحري بالمهدية وقد تم اطلاق صراحهم بعد من قبل قوات خفر السواحل الليبية التي احتجزتهم على متن مركبة الصيد منذ الاحد 29 سبتمبر 2019 بسبب دخولهم المياه الاقليمية بهذه الاجواء الاحتفالية استقبل اهالي المهدية البحارة العائدين الى ارض الوطن بعد احتجازهم من قبل خفر السواحل الليبية منذ يوم الاحاد الفارط لحظة وصولهم الى الميناء تقع عليها الفرح الممزوج بالكثير من التأثر الحمد لله رب العالمين لا بس حمد لله مستنسين يخرجوا وكل يعملوا كان هنا انت ثيان فوق البحر ياخد معلم بوكا فمن المرة هذه خارج وما سمعنا كان قالوا دخلتهم فلايك مع الاسكادرات الليبية كلمت ولديه مانا قال لي بابا لي لاباس كلمت ابنه من الواحد ليبي غادي كاي عود تصدب به هاني قال لنا لاباس عطونا له كايبش روحه شوف فرحة اني نبيه فرحة كتوب عالمين تباره الزكرة مانا وحزب كامل جاي دهنا واللمات والولديه لكل كامل الناس والاحباب والاصحاب زوزو فلايك اللي تحجز في الزاوية في ليبيا امان الله وغولة الحاجة غولة ممكن قربهم الحدود الليبية وهذه مشكلة معناها قاعد ديما حوادث تاقع لابد انه نلقى حل في المجلد هذه حتى ما تعود نجليز اقصدها هذا بين وقائنا الليبيين وفيما لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة اسباب هذه الحادثة يشار إلى ان مركبي سيد علمتنه 15 بحارا باحتساب صاحب المركب كانوا قد احتجزوا من قبل خفر السواحل الليبية في حدود المياه الاقليمية التونسية على بعد 70 ميلا من السواحل التونسية العاشرة ونص داخلت الفلوكة الفلوكة الثانية رأي ماشي مشدودة رأي داخلت متطوعة قالك يا اخوة يا تسعيبنا احنا جزفلايك يا اخوة ولا دخلنا ولا زودنا الزوس الثمانية السبعة ونص اتصلت بخوة وشنو المعاملة لباس واكلين شاربين ومشكور لأخوان الجيرجيسية اللي عملوا اكبر 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 مجهود ونشكرهم من 100 ألف مرة ومع أخوان الليبين هلأ فنتي قادة اني نتصل بيهم ويتصلوا بيهم بعملهم معاملات من احسن المعاملات احنا كنا بلحظة بلحظة نكلم في اخواتي نكلم فيهم تقريبا كل ساعة ساعة ونص ساعتين نكلموهم برشة ناسة دخلت عن سلط المحلية الجهوية على مستوى الوزارة الخارجية على مستوى القنصولية في ليبيا برشة احبابنا في ليبيا احبابنا في جيرجيس عودة البحارة سلمين إلى ميناء المهدية وإن كان له وقع الفرح على عائلاتهم وأهلهم فإن الآمال معلقة على أن يقع الحد من هذه الحوادث التي باتت تكرر في أكثر من مناسبة بعد غياب لثماني سنوات وبإذن من القائم بأعمال رئيس الجمهورية محمد الناصر تم صباح اليوم بقصر قرتاج الاحتفاء باليوم الوطني للثقافة لتكريم المبدعين من رجال ونساء الثقافة والفكر والفنون والأهلام أكد وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين في كلمته الافتتاحية في موكب استعناف الاحتفاء باليوم الوطني للثقافة أهمية هذا القطع وضرورة التعويل عليه في التنمية البشرية والاقتصادية وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة على غرار بلدان العالم المتقدم مذكرا في هذا السياق باستراتيجية الوزارة التي تعمل عليها منذ ثلاث سنوات أولا ترجمت مبدأ الحق في الثقافة إلى واقع يوم عام وشامل ثنين بناء ثقافة مواطنية من خلال الديمقراطية التشاركية مع السلطات الجهوية والمحلية والمجتمع المدني ثلاثة تكريس المركزية الثقافية والحكم المحلية في الشأن الثقافي بالانتلاق في جعل الجهات أقطاب تنمية ومبادرة الثقافية جهوية ومحلية رابعا اعتماد الاقتصاد الثقافي الرقمي تثمين التراث والمواقع والمعالم الأثرية في علاقتها بحفظ الذاكرة الوطنية والتنمية المستدامة سادسا إبراز صورة الثقافية مشاعة لتونس من خلال ديبلوماسية ثقافية تموحة وجريئة من جانبه شدد القائم بمهام رئيس الجمهورية محمد الناصر على دور الثقافة في توفير التوازن الاجتماعي وتحصينه ضد آفات الجهل والتطرف والعنف ومساعدته على مواجهة التزمت والجمود لأدوات العقل والنقد والانفتاح والإبداع كل دعم للعمل الثقافي وكل استثمار في مجالاته المختلفة هو بمثابة المضاد الحيوي لمجتمعنا نعمل على مزيد رعاية تلك الطاقات ودعمها وفتح الأفاق الواسعة أمامها ونحن نعتقد أن أهم المكاسب التقدمية والحدثية في المجتمعات تنطلق من مجال الثقافة ومن الوعي الذي تغذيه العوامل الثقافية وتم خلال الموكب تكريم ثلة من المبدعين في قطاع الثقافة من خلال منحهم وسامة الجمهورية والوسامة الوطني للاستحقاق بعنوان قطاع الثقافة تحت الشعار تكوين ثقافة ورياضة المعهد العالي للغات بالمكنين يحتفل بالطلب الجدد وفي تفاعل استحسنه الطلبة أجاب القائمون والمشرفون على المعهد عن مختلف التساؤلات التي كانت تثير فضول الطلبة حول جديد المعهد وحتى فيما يتعلق بالخدمات المواجهة للطالب أجواء احتفالية بالمعهد العالي للغات المطبقة بالمكنين احتفاءا بالطلب الجدد وتحت شعار تكوين ثقافة ورياضة تم تقديم ما يتيحه المعهد من تأثير وتأهيل ومسارات دراسية جديدة كنا نقرأ في جو متعباك تبدل عين الباوك يونيفيرسيتي ودنيا أخرى تبدلت الدنيا شاهدنا نسبة كبيرة في الارتفاع معنا في عدد الطلبة بنسبة 32% كنا 700 وكالك معناها ولينا 900 وحاجة اللي هي نسبة ارتفاع كبيرة برشة بنسبة للفاق متاعنا في السنوات اللي فاتت الكل من اللي خلينا نحنا نحن نحاول ونفسرولهم أكتر حاول النظام الجديد متاعنا اللي هو توحيد معناها الإجازات اليوم عنا تظاهرة في المعهد متاعنا نحتفلوا بالسنة الجميعية الجديدة نحاول وندمجوا طلبة جدد في المعهد والله حاليا صفاء الفاق بايا الولاد باهين تعمل تسحاب فيسا وإن شاء الله يتعد عم زيانه كون اللقاء وجمع كل الفاعلين الإداريين والجامعيين لتقديم الإجازات الجديدة والردي على استفسارات الطلبة احنا باستماعنا للطالب نسعى وأن نحسنوا الخدمات اللي نقدموا فيها لطلبتنا بقدرة ربي لإشكاليات لكل إشكاليات بسيطة وقادرين أن نحلوها بتكاتف كل الجهود كل سواء في الخدمات الجامعية وإلا لجامعة المنسير كلنا أمل أنه كما أغلب السنوات مجهود كبير من الأساذة من الإطار الإداري والعمل من الطلبة في أن يكون إن شاء الله تكون سنة كلها نجاح اليوم الطالب الجديد في مكنين مبادرة من المؤسس لإدخال الطالب الجديد في جو المؤسس لإعلام الطلبة جديدة كما لقدم بالجديد الثقافة القانونية للطالب التونسي بشغطه من ذياعش حقه في الليديليمي من ذياعش حقه في فهم الدورات في المراقبة في الليدييس مع التأهيل الجديد الماجستير انترناسيونال الجديد اللي يهتم بتثمين التراث واللي هو يدخل في إطار إيراسميس بليس واللي فيه المنح وفيه تبادل الطلابي وفيه كل ما يهم تثمين التراث عن طريق اتفاقية شاركة دولية فيها أربع دول الماجستير المهني يجمع كل من تونس وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا سيتيح لخريجي المعهد العالي للغاة المتبقة بالمكنين فرصة التمتع بماجستير دولي ممول وله منحا تنموياً اخترت الشبكة الدولية للتمويل الصغير تنظيم اجتماعها السنوية الثالث عشر وندوتها السنوية في تونس للتباحث في شأن الخدمات المرافقة لأصحاب المشاريع وقد شارك عدد من الخبراء في القطاع المالي حلقات النقاش وتم التركيز أساساً على ضرورة توظيف الاستراتيجيات الناجحة والكفيلة بدعم أصحاب المشاريع سيما من الشباب والنساء الذين تتزايد عدادهم عبر العالم هذا الاجتماع افتتحه محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي الذي دعا إلى تطوير المنظومة القانونية للتمويل الصغير للاستجابة إلى حاجيات الاقتصاد الوطني فترة قادمة نعطيه أكثر أهمية معناه للقطاع هذا وفي نفس الوقت نحاوله كيفاش باش نعطيه إمكانيات أكثر كبنك مركزي باش نحاوله أن نحلوها المشاكل هذه متع التمويل الأجنبي وفي نفس الوقت متع إعادة التمويل بالنسبة للبنوك الليلو معاقق على خطر القانون ممكناش من ذلك على خطر القانون كما تعرفوا الوطوريتي دي سيبرفزيون هذه ماش تحت البنك المركزي وتحت وزارة المالية وكما قالوا الأخوة في النقاش متاعهم ربما كانت في الفترة هذه كانت فترة تلفين واحداش ربما في الفترة هذه إذن عاودوا أن نقشوا في الوضع هذا المشهد البيئي في تونس ما زال يشكو العديد من الصعوبات ومخاطر التلوث البيئي على صحة المواطن تتزايد يوما بعد يوم من ذلك الوضع بمنطقة وادي عاشور بيجابس الذي أضحى ينبئ بكارثة بيئية أهل المنطقة وجهوا رسالة تحمل نداء إلى إدارة المياه العمرانية للتدخل لوضع حد لهذا الإشكال في أقرب الأجال ما زال ودي عاشور بيبدورة يمثل إحدى الملفات الحارقة بيجابس طلقنا كبير بسبب أن الحش يفتح للواد وبالنسبة للواد هذائي من عهد القديم ونحن نعانو منه وثم يعدوا فينا ديما ولكن البلدية لم يعمل حتى شيء العديد من المتساكنين تذمروا من وضعية هذا الوادي لما يسببه لهم من قلق جراء تكاثر الحشرات على الوسواشة كل صيف يفد تلهم الروح من الوسواشة فانتوالا ما تخليهم صح لا ترقض لليلة في القيلة وبكل هم يتشكوا من الواد هذائي بكل سيرة هذية كليكة بدورة وما هي ستابعة مشتعة على البلدية البلدية قايمة بوزبها اللي هني في بدورة وعملو لهم فانتوالا يهزون لهم الزبلة في نهار بعد نهار قلقنا بلا تشوف انت الزبلة فهمت والوشواشة وفهمت وعندنا ذر صغيرة فهمت نهارين بعد نهارين نمشي نعدو عليها فهمت من قرصان الوشواشة حليق من الكبار فهمت ويسكروا هنا فهمت على الأقل يخلوا حاجة نظيفة الدائرة البلدية بسيدي بو البابا طالبت إدارة المياه العمرانية بالتدخل في هذا الوادي وبتخصيس مشروع يعالج هذه الوضعية البيئية المتواصلة منذ أمد بعيد والله من أكبر المشاكل اللي عندنا في الدائرة هنا احنا تقريبا يوميا نجينا تشكيات الموطنين الحقيقة عملنا حملات موسمية كشي لكن معطاعت حتى نتيجة بالعكس معنا نتيجها ضعيفة جدا الوضع صيء جدا أصبح الوضع بصراحة يومبا بكارثة بيئية الوضع اختير خاصة مقبلين على فصل الشتاء احنا وجهنا عديد من اليداءات لكن بصراحة اليوم نتوجه معناها بدعوة إلى إدارة المياه العمرانية أن تضع معناها الموضوع ودع شورة تهيئة أمتع ضمن أولوياتها حتى معناها تفادي الحدوث كارثة لقدر الله كبرى بقابس والحاجة ملحى حسب سكانه للتدخل بهذا الحي لتحسين ظروف عيشهم نواصل مع البيئة حيث يتذمر سكان الحي الإداري بتطوين من ترد البنية التحتية وتأخر أشغال مدية قنوات التطهير مطالبين بالتدخل لتعبيد الطرقات وحماية الأهالي من المخاطر المحتملة لموسم الأمطار هذه صور الحي الإداري بمدينة تطوين القريب من مركز الولاية مسالك ترابية وعرة وغياب لأي مرافق للخدمات العمومية ولسيما التطهير لما بات متساكين هذه المنطقة ينتظرون لسنوات عديدة وعودا متكررة للتدخل ومد الحي بشبكة قنوات التطهير دون جدوى ما عندنا جملة ضرب واحدة كنتشوفوا فيه كامل وكل الناس كلها والله انفارع والله في حالة حالة كبيرة زنباقي وعندها سنوات في الحالة هذه ويعدوا فينا كل يوم وكل مرة كل مرة دائم من وعود ولكن ما ثم حتى شيء لحد الآن ماش تطهير مش مربط بالتطهير نعانو زادة من تعبيد الطرقات نرمو هيئون الحي في تعبيد الطرقات في مطر ولا حاجة من نجمو شو ندخلوا بكر هابنا حتى بساقيق هذا الحي القريب من مركز الولاية والواقع بين مؤسسات إدارية وخدماتية حيوية ينتظر الأهالي تنفيذ هذا المشروع الذي وعدت به إدارة ديوان الوطن للتطهير فيما يتعلق بالحي الإداري في طول الإعداد لنشر طلب العروض واللي حاليا إن شاء الله خلال شهر أكتوبر سيقع نشره من المؤمل انتلاق في أشغاله خلال الثلاثية الثانية من سنة 2020 حي إداري يؤدي مواطنو أداءات بلدية هي الأرفع بحسب المهنيين والمختصين بالبلدية مقابل خدمات بلدية في حدها الأدنى هكذا نصل مشاهدين إلى ختم النشر نذكركم بالعنوينة وصول ستة عشر بحارا من أصيلي ولاية المهدية إلى ميناء الصيد البحري بالمهدية بعد أطلاق سراحهم من قبل خفر السواحل الليبية المعهد العالي للغات بالمكنيين ينظم يوم الطالب الجديد لتسهيل عملية الاندماج في الوسط الطالبي ويقدم الإجازات والمسارات الجديدة بالمعهد تذمر سكان منطقة بديرة من التلوث البيئي بوضع شور وبلدية المكان تحذي من خطورة الوضع بعد فشل حملات التطهير ويمكنكم مشاهدين متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزاء التونسية في الختام إليكم مني أجمل تحية وإلى اللقاء اشتركوا في القناة